الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصل حاضرة ولاية غربي دارفور مدينة الجنينة شيخ الطريقة التجانية بالسينيغال الشيخ محمد الماحي إبراهيم إيناس والذي يزعى للإسهام في مسيرة السلام والتعايش السلمي والمجتمعي بدارفور ويرافق الشيخ عدد من العلماء من دول غربي إفريقيا قتل النفس المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها هنا لا تشعرك الصلاة على رسول الله ولا تشعرك صلواتك ولا تشعرك ولا تشعرك إنما ستشعرك أن وتأتي زيارة الشيخ محمد الماحي إنياس في ظل الدور الذي تقوم به الطرق الصوفية في تعزيز المحبة والتعايش السلمي والاجتماعي في السودان بعامة ودارفور بخاصة الرحلة التي بدأت من السينيغال في غربي إفريقيا مرورا بالعاصمة الخرطوم انتهت في مطار الشهي الصبير الدولي بالجنينة في غربي دارفور وكان في استقبال الشيخ محمد الماحي إبراهيم النياس والي غربي دارفور وأعضاء حكومة الولاية والقيادات العسكرية والمريدون بالطريقة التجانية ومواطنون الجنينة والذين بادلوه التحية بالبشر والترحاب ومحبة أهل القوم والتصوف والذين تدافعوا إلى المطار منذ الصباح الباكر تسوقهم الأشواق العميقة إنه يوم من أيام المحبة وعيد من أعياد الجنينة هذه المنطقة نستطيع أن نقول منارة من منارات العلماء في هذه البقاء أوائل الناس تخرجوا من جامعة أزهر حافظوا القرآن الكريم وتجيء هذه الزيارة في إطار مجهودات أهل التصوف لدعم مبادرات السلام والتعايش الإجتماعي وتعزيز دعائم الاستقرار والتواصل الإنساني والمجتمعي تحت مظلة الدين أنا شيخ إبراهيم رد الله عنه يذكر السودان في قصائده صريت طائرا إلى الخرطوم بنظر المعدوم كالموجود جئت جنينة وأتيت بورنو عيون أحبابي إلي ترنو هذه العيون التي كانت ترنو إلى الشيخ والطائرة تحلق به فوق بورنو هذه المحبة هي التي جلبت إليكم الشيخ محمد الماحي في هذا اليوم وفي منتزه الأندلس المطل على وادي كجة بمدينة الجنينة تجمع المريدون ومواطنوها الجنينة في حشد كبير وتواثقوا على الاعتصام بحبل الله المتين وأن تتحول المحبة التي في القلوب إلى واقع يسعى بين الناس في بوادي وفرقان وأريافي ومدن غرب دارفور إذا كان من تربطنا معهم وشائج الجن يتدافعون من خارج الحدود لإشاعة السلام بيننا فما أحرانا أن نكون أكثر حرصا على إشاعة المحبة بيننا محمد الشنيري تلفزيون سودان الجنينة موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة